في كل مكان بساعدنا فازيل لحظة تكون معنا كابتن حسام البدلي المدير الفني وتحيات اكيد كابتن عبد الحميد وكابتن اسامة وكابتن ربيع سين في البدل طبعا تحياتي اليوم جميعا وابقول الحمد لله على الفوز النهاردة طبعا ومبركة لكم المهمة وثلاث نقاط مهمين في زل انا بقول امكان شوية ظروف طبعا بتزبق المباراة وعدم اكتمال القوام للفترة اللي فاتة طبعا نتيجة الارتباط المنتخب وشوفنا يمكن عيبت المنتخب جنة اقول مبارح فعشان كده فضلت ان انا اعتمد على المجموعة اللي كانت موجودة وكانت قدام عينينا النهاردة والحمد لله اتحقق ثلاث نقاط مهمين يمكن طبعا يمكن الشوط الاولاني كان افضل كان فيه عدد هجمات كان فيه بعضها بيكتمل بشكل كويس والبعض الاخر يعني ما كانش بيكتمل لكن الشوط التاني احنا دخلنا في المغرب شكل مش مناسب طبعا وممكن ده خل فرقة الانتاج بعد الهدف طبعا في نهاية المباراة وضربة الجزاء ان هم يبقى عندهم دوافع ان يحاولوا يعني يفوزوا بالمباراة وشوفنا فترات كثيرة جدا كانوا موجودين في نص ملعبنا وكان اداءنا طبعا مش مرد بالنسبة لي نتيجة ظروف كثيرة جدا بقول ونتيجة طبعا اخطاء موجودة في الملعب لكن التغيالات اعتقد الحمد لله حسنت برضو لده في النص او في الربع الاخير من الشوت التهاني والحمد لله دينا نكسب طبعا وثلاث نقاط مهمين في ظروف صعب عين اكتر حاجات اكيد اللي بتسعيد كابتون حسام جهازية كافة اللعبين بغض النظر عن العيبة المصابة اللي عندنا وكان عندنا عدد كبير جدا لكن الجهازية دي بتسعيد اكيد كابتون حسام لكل اللعب اكيد طبعا لكن هي الجهازية اللي قد فيها تباين كبير جدا لكن طبعا في مجموعة موجودة معنا جاهزة بشكل كويس جدا ومجموعة المنتخب الحمد لله بعد الراحل يعني ورجعوا النهاردة في بعضهم الشاركة النهاردة بعضهم لا اعتقد حيبقوا جاهزين بشكل كويس جدا عندنا مباراة الاسماعيل مباراة كويسة واعتقد فترة الراحة حتى اللعبة المنتخب دي كانت هتبقى مفيدة بس كان مهم يبقى فيه توفيق في مباراة النهاردة هتبقى مهمة جدا فيه عناصر منهم كتيرة جدا هترجع في مبارات الاسماعيل ان شاء الله فان شاء الله مباراة مباراة ان زي ما بقول النهاردة الاسبوع التاسع وانت تلعب المباراة الرابع بس فهم جدا كل مباراة تأخذ على حدا شكرا كل شكر تعدير طبعا لكابتن حسام البدر المدير الفني لفريق النادي الاهلي مباراة مهمة صفحة وتقفل بالنسبة طبعا لي فريق النادي الاهلي عنده مباراة مهمة مباراة الاهلي والاسماعيلي كل توفيق من جديد بكده تكون انتهت كوليسنا هنا اخر لقاء كانت كابتا حسام البدر المدير الفني لنادي الاهلي وكل توفيق من جديد لنادي الاهلي في مباراته القادمة على الاهلي والاسماعيل